اشتراك كل شهر هتدفع لك 10 دولار ولا 14 دولار ولعالمة ملهاش اي كيمة ده توصيق دائم واساسي اهو قدر سلب بحث التوصيق انا بباشتغلش يا جماعة غير في الدائم نضغط عليها كمان بس تأكيدا ما باشتغلش غير في التوصيق الدائم بس هشرح لك ازاي تأهل حسابك ازاي تزبط حسابك ازاي حسبك يكون مواسطك توصيق دائم هنضغط على تعديل الملف الشخصي هنمداري بس الاسم الحساب ده للبيع عمتا توصيق دائم ننزل تحت المكتوب هنا تسجيل الاشتراك اهو زي ما انت شايف بقول اشترك وعمل هنرجع وراء تاني ونشرع الحساب حساب ده في عشر تراف متابع للبيع اللي عاوز الشريء اولا ويوزر مميز خالص مش اسم حد اللي وصل عما الاسم اللي تحت الصورة ده اسم شخص يعني احنا ممكن نشيله وانت تحط اسمك بمعرفتك المهم يا حبيب قلبي عشان توصك الحساب بتاعك لازم تكون مستوفي الشروط طيب ايه هي يا عمر الشروط اولا تعدل الفين متابع الاسم اللي تحت الصورة يكون اسمك اما اليوزر مش شرط لازم يكون فيه ما لا يقل عن عشر او عشرين صورة في الحساب صورك انت وصور تكون واضحة وفيه تفاعل الى حد ما ما فيش انتهاكات في الحساب تكون بتتفاعل بتنزل السوري حسابك تكون بمعنى صح ما فيهوش غلط تكون ضيف سيرة ذاتية تحت الاسم يعني كتب حساب الرسمي لا انت كتب الحساب الرسمي الفلان الفلاني بالنسبة لتاريخ الميلاد لازم يكون تاريخ الميلاد اللي في الهوية هو اللي في الحساب ما يكونش مختلف اما بالنسبة لطريقة التقديم وطبعا مهم جدا يا جماعة الحساب الحساب يكون قديم هنا الحساب ده من عشرين واحد وعشرين اما التحق هو لسه متوسط من يومين اما بالنسبة للحساب لازم يكون قديم هندخل كده وطبعا ما يكونش بقاله اسبوعين تلاتة ولا شهر ولا شهرين لازم يكون قديم سنة سنتين كده هندغط على الاعدادات والخصصية وبعدين الأدوات والناصر التحكم وبعدين طلب التحكم هتحط اسمك بالكامل وبعدين نوع المستند تختار نوع المستند هننزل بس تحت كده نوع المستند اللي نسبك اي نوع المستند متوفر معك هتختار نوع المستند وهتبعاته وبالفئة هنا هتختار الفئة اللي تنسبك تمام وبالنسبة للبلد هتتخط البلد اللي موجودة في جواز الصفر او في الهوية الجمهور لازم تكتب رسالة تقنحهم ورسالة كويسة هتقول لي يا عمر تم تقولينا رسالة ممكن تكتب انت لان الرسالة ده يا جماعة بتكون عن مجهود انا رسالة اللي معايا انا اللي كاتبها النفس انت تكتب رسالة لنفسك رسالة كبيرة كبيرة اشرح بيتابعوك ليه معروف ايضا بايه لازم ان تكتب معروف بايه على جوجل اسمك حتى لو كتبت اسمك لو اسمك غير اللي في الشهرة غير الحقيقة اكتبوا ده ضروري بالنسبة لخمس مقالات لازم يكون عندك خمس مقالات في مواقع مشهورة وهواريك المواقع اهو هتكتب عمر يحيا في البحث وهتنزل اول مواقع من المواقع المحتمدة اليوم السابع انا هديك المواقع انت عاوز خمسة بس خمسة من انا هذكرهم لك الوطن او صد البلد حتى لو انت مش مصر الاهرام مصراوي المصر اليوم نجوم مصرية عن غير الصيغة كتبنا الفنان عمر يحيا الوافد ويكيبيديا لو عاوز تعمل في ويكيبيديا انا ما بعملش في العربية الا للمشهير خالص اما لو انت مش مشهور بعمل لك في موسوعة ودي اللي انا بوصك بيه اخبار اليوم طبعا في مواقع تانية طب لو ما عندكش المواقع دي انا هعمل لك فيه هعمل لك في ايه هسكول لك انا اللي هعمل لك فيه عشان ما تهلكش كتير معايا واللي اتكلمني انا هسيب رقمي بتاع الواطس في الديسكريبشن اللي كلمني كلمني على الواطس افضل وهسيبه مفتاح الدول انا هعمل لك في الاهرام وهعمل لك في النجوم مصرية وهعمل لك في اخبار اليوم وهعمل لك يا سيدي في الوافد الوافد راحت فين الوافد تحت معلين وهعمل لك في ويكيبيديا طب الاسعاء لما تكلمني انا هفهمك عمتا في البداية خالص بتختار غير ذلك وبتحط لينك المقالة اللي هي ويكيبيديا هوريها لك ايه دي المقالة اللي انا عملها في ويكيبيديا يا جماعة واللي انا والله وصقت بيها النفسي والغير انا مش هاسكر اسم الموسوعة ايه مش هنزل تحت اكتر من كده المقالة دي سابتة معايا ما شاء الله تبارك الله بقالها لحظة واحد بقالها حوالي زي ما انت شايف تحت اهو اخر تعديل بقالها حوالي شهرين اهو تمام اللي عاوز يعمل مقالة اللي عاوز يعمل الاخبار يتواصل معي اللي عاوز اشتر الحساب ده جاهز هبحوله برضو ما فيش ايه مشكلة يتواصل معي على الواطس هقولك سعر الحساب وكمان اللي عاوز يعمل اخبار اللي عاوز اهل نفسه وانا تحت او كده فيديو النهاردة انتهى اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته